السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب اكونوا بالف خير تعال اقولك ازاي ترجع صانية تاني جديد وكمان على الشكل الرمضان اول حاجة انا جبت الصورة دي انا كنت منزلها من على النت وطبعتها انا اخترتها كده على الشكل بتاع رمضان وبعد كده جبت الصانية دي طبعا زي ما انتم شايفين بيضة خالص وكانت قديمة وكانت هتترمي فانا قلت بدلا مرميها استغل لها وبعد كده جبت شوية لكيه ابيض وده نوع اللاكيه اللي انا باستخدمه اسمه ستارت بيتجاب من عند التاع البويات الوان عشان نلون بيها اللاكيه انا جانا اخترت اللون الاخدر ضفت شوية لون اخدر على اللاكيه انا هنا اضفت كتير عشان يجيني درجة قريبة شوية من الدرجة اللي هي في الصورة دي وكده بعد ما قلقته كويس او دي درجة اللون اللي انا محتاجاها والصانية دي طبعا انا غسلها كويس ومصنفراها جبت صنفرا برضو من عند بتاع البويات وصنفرتها هدهنها كلها هدهنها كلها عشان مطولش بس الفيديو عليكم وهورها لكم ده كده بعد ما دهنتها سبها تنشف براحتها خالص وده كده شكل الصينية بعد ما نشفت انا سبتها تنشف براحتها خالص عشان نلزق عليها الصورة بعد كده جبت ورنش مائل ورنش الماء ده بيتجاب من عند بتاع البويات احط كده عليها شوية ورنش حلوين كتير يعني هحط على الصينية كلها ورنش كده حطت على الصينية كلها ورنش عشان عارف هلزق فيها الصورة وتثبت معي كويس احط عليها الصورة حطها بالروحة خالص عشان عشان ازبطها من كل الجوانب بازبطها بايدي بس كده الاول بعد كده هجيب منزيل عشان امشي على الصورة جبت حطة منزيل صغيرة همشي كده على الصورة بالروحة عشان لو في اي فراغ هوا ولا حاجة تحت الصورة يطلع بالروحة كده خالص ومن الجوانب ومن حطة اللي هي متنية دي في الصينية بتلزق برضو كويس معايا بمشيها من كل حطة بعد اما سبت الصورة في الصينية هجيب شوية ورنيش مائي هحطهم على الصورة حطها كده على الصورة بحط الورنيش كده من جوة لبر عشان لو في برضو فراغ هوا تحت الصورة ولا حاجة يطلع هعملها كلها كده بعد اما عملتها كلها هسيبها تنشف براحتها خالص وبعد كده هورها لكم وده كده شكلها النهائي اتمنى ان هي تعجبكو ولو عجبكو الفيديو دوسوا على اللايك واشتركوا في القناة والسلام عليكم شكرا ترجمة نانسي قنقر